لندخل الآن في بعض التطبيقات التي تمارس حاليا بغيت الوصول أيضا إلى نصائح منكم و أيضا التقنب مثل هذه الممارسات لنبدأ بسؤال الأخ سيف أخذوا القسم بعض المترشحين يأخذون القسم من الناخ لا يجوز هذا الشرعا و لا وجه له أبدا ليس له أن يحلف الناس على أن يصوتوا له و ليست عنده سلطة لأن يحلفهم على ذلك و لا يسوغ له أصلا أن يطلب منهم أن يقسموا له على أن يختاروه مرشحا لهم هذا لا يصح شرعان هو له أن يعرف بنفسه إن كان يجد في نفسه كفاءة و أهلية و أن يجدعهم على رؤيته فيما يتعلق بالاختصاصات الممنوحة لمجلس الشورى و كيف يمكن أن يكون عضوا نافعا مفيدا ساعيا إلى مصالح الوطن و المواطنين لكن أن يحلفهم فهذا ليس من شأنه و لا يصح له ذلك أبدا هناك ممارسات و سيدخل فيها سؤال الأخصي في الثاني إن شاء الله بدأ المجتمع يلاحظها على بعض المترشحين و وردت فيها مجموعة من الأسئلة لنناقشها الأخ محمد العميري يقول هل إقامة وقبات العشاء من قبل المترشحين لفئة من المجتمع بقصد حثهم على الترشح أو ترشيحه هل يعتبر ذلك من الرشوة و كذلك ما حكم توفير الحافلات لنقل الناس إلى مقار الترشح بنفس القصد السابق كل ما كان كل بذل مالي يقصد منه شراء الأصوات فهو من الرشا المحرم شرعا هذا هو المبدأ العام الذي يجب أن يفهمه الناس و الله تبارك و رسولنا صلى الله عليه و سلم يقول لعن الله الرائش و المرتش بينهما و الله تبارك و تعالى يقول و لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا أماناتكم فإذا كان يراد للمجالس النيابية عموما أن تقوم بدورها في الإصلاح و في نفي الفساد و الاستبداد و في السعي إلى مصالح المجتمعات و مصالح الناس فإنه لا يليق بمن ينتدب نفسه لمثل هذه الأمانة أن تكون الطريق التي يصل بها إلى مبتغا طريقا محفوفة بالرشا و الخيانات و الطرق غير المشروعة كسبا و اكتسابا الله مستعد أخوة ضح مسروري يقول بعض المترشحين وهو نفس السؤال أخسر بعض المترشحين يعطون أموالا مقابل جمع الأصوات تقدم أن هذا يعني الحكم فيه بيّن واضح فهو حرام و يعني هذا كسب لا يصح شرعا و هو من الرشاء الممنوعة التي تعارض ما تقدم من أدلة شرعية طيب له سؤال آخر قد يكون مختلفا نوعا ما يقول بعض المترشحين يقومون بدعم بعض المشاريع قبل الانتخابات بهدف جمع الأصوات و قبلها لا يعرفون ولا يسمع لهم صوت لا إذن هو أشار إلى التفصيل لأنه إذا كان من أهل السخاء والجود من المعروفين في المجتمع بصنائع المعروف و بالمشاريع الخيرية فهذا لا يقال له أنه يتوقف عن ذلك لينفي عن نفسه ريبة أن يكون ما يصنعه من أجل الحصول على الأصوات لأن الأصل فيه أنه من أهل الخير و من ذوي المعروف والإحسان في المجتمع أما الذي يصنع ذلك من أجل الحصول على الأصوات فهو مثله مثل ما تقدم من حكم شرعي أو حكمه حكم ما تقدم نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر